مرحبا اليوم لح نعمل متل هي السلي بخيوط الكلام تمام انا هي السلي عملك بخيوط انا بلواز اسيتون ونطلع الخيط تبعها بهاي الطريقة بلوزي سودا و بلوزي بيضا وفيها رسمية رصاصي اذا بتلاحظوا اللون هون عادي لون كتير حلو مواج و بلوزي عنابية تمام عملتها وقصيتها وزبطتها لحطت لكم الطريقة بكيف نقص خيوط الكلام من البلوز تحت بالدسكتاب بتشوفو درس كيف وبتقلدوني تمام بتعملوا متلها بالزبط فيكن تشتغلوا فيهون اشياء كتير حلوة متل السلال متل اسجادات الارض اشياء كتيره هلا انا عندي هيدا الخيط جاهز تمام لحنسمي منه سلة صغيرة لعلمكم كيف نسوي السلة مع بعض تمام بدنا نستخدم طمع السنارة رائم عشرة تقريبا متل هاي السنارة اوكي هلا نفتح الخات التيشرت نفس الشي لما اجي قصه انا لحيجو يعمل يتكلكل بهاي الطريقة ويبينه ضعيف بس اهم شي تكون البلوزي قطنية تمام شفتوا هيدا كله قطن بلواز قطنية مش بوليستر او نوع تاني ما هيزبط معاك ما هينلف بهالطريقة ولا حيضل مبين اخيوط طالعة وطريقتهم مش حلوة ابدا نبدا مع بعض هلا بالخات اول شي لح نعمل دائرة سحرية بهاي الطريقة بسحب انا الخات من هون كل ما بولولي طريقة تكسح لي بس نلف الخات هيك بخلي هدا يجي من تحت الدائرة بسحب منو انا بس النارة وبرجعو لورا بهك بكل بساطة وبطلع واحد غرسة تمام هلا بدي اعمل انا هون هي الثمن غرس حشو هاي اول غرزة هاي الثانية اول ما تبدلح تتعب شوي لانو الخات كتير سميك وقوي بس بعدانا لاح يمشيح عليك تكون ايدك اخدت علي هاي ثلاثة مشدو شوي عشان ما يفلط هاي اربعة خلي ايدك رخوة ما تحسي انو عم بتشدي بالخات ببطيطة لحلو وهاي خمسة ستة سبعة ثماني تمام هلا بدي اجي لهوني واخد غرزة منزلقة عشان سكر الدائرة تمام وبشد انا مزبوط عشان تتسكر معي الملح هلا الدور الثاني بطلع بغرزة بسلثة بدي اعمل بكل غرزة انا اخدتها غرزتان يعني هيدا اول عمود بدلت نقطة اللي ما بيحب يعمل فراغات هلا انا حاخد العمود الغرزة شفتو هلا الغرزة هاي الغرزة في ناس بتشتغل بالرقم السبعة شفتو الرقم السبعة اللي انا اخدتو هيدا رقم السبعة بيفتحو وبتشتغل بيناتو من تحت عشان ما يبين لفراغات انا صراحة بحب تطلع الفراغات لانو بطلع منزلها كتير حلو تمام طيب حلا انا طلعت هون لح اطلع بنفس المحل كمان غرزة بجي مع الغرزة التانية ما اطلقت وتاخدي بس اللي ورا لاحزي لازم ناخد غرزتان مثل الخات الصوف تمام وبدي اعمل كمان هون غرزتان هاي واحد وهاي اثنين الان انا عملت اول دور تماني تاني دور بديت عندي ستة عشر غرزة وهاي واحد وهاي اثنين نحن نمشي على كل غرزة غرزتان 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 وارجع لكم تمام هيك بكون انا خلصت من عد الغرز واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احدا عشر احدا عشر اتنا عشر افتاش 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 هلأ بدي اخد انا هوني منظلكم وسكر السلسلة هلأ بطلع بغرزة اللي بدنا نعمله هلأ غرزة بعدين بالغرزة التانية غرزتان غرزة غرزتان تمام هون حق اطلع بحتة باللي جنب حق اطلع باثنين هاي واحد هاي اثنين بنرجع بغرزة الغرزة اللي جنبها تنين تمام نمشي غرزة غرزتان غرزة غرزتان خلص الدور بجرد وصلت لاخر الدور متل انتو عافية انا قواشي مشيت بغرزة فازي منته بغرزتان تمام فهون انا عملت غرزة هلأ اخر قط بيودة تكون غرزتان بعمل غرزة اتنين وبقفل منظلكم اتنين هون بدي اعمل مزدوج برجع سلسلة غرزة 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 وهون بدي اطلع بالتنين مزدوج بدي اعمل بنفس المكان تمام بهاي الطريقة هنمشي غرزة غرزة غرزتان غرزة غرزة بالتالتي مزدوج تمام نحنشي لاخر ضر هلا اخر قط بي انا عملت واحد واحد الاخيرة بدي تكون غرزتان مزدوج تمام وهي واحد وهي اتنين وبيخد غرزة منظلكة وبختم تمام بهاي الطريقة هلا انا هون ناوي انهي اللي بيحب يكمل بدي اعملها صغيرة لانه اللي بيحب يكمل بدي يكبرها بدي يشير يطلع غرزة 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 بالرابعة مزدوج وهكذا الدار اللي بعده بالخامسة المزدوج اللي بعده ساتسة مزدوج سابعة مزدوج لاحد ما تاختل انت الدائرة اللي بديك ياه تمام هلا بدنا نشتغل انه انا اطلع فيها الاصلالة فوق نطلع غرزة وبنشتغل بالغرزة الخلفية تمام مش بالغرزتان لا بالغرزة الخلفية وباخت غرزة حشو مافي تزايد بالغرزة الخلفية وغرزة حشو بالغرزة الخلفية وغرزة حشو عشان تطلع معي بها الطريقة اطلع بالسلسي تمام بغرز حسشو بعد العائدي للاخر الدار الغرسة الخلفية. بعد ما اشتغلنا بالغرسة الخلفية هلا قاعدة نطلع السلسلة وبنفت عادي بالغرستان وبنعمل غرس حشو. تمام? ندخل بالغرستان وبنعمل غرسة حشو. لحد ما نطلع بالأدوار اللي انت بدك السلسلة تكون بطولة. بهاي الطريقة. شيف كيف بيان الحيز طبعها. نطلع بكم دور برجع لكم. وهيك بعد ما خلصناها زي انت انا تزيين بسيط اللي تبدي تغير عن الشرايط. وهيك بتكون جهزة معانا. تمام? وتابعوني فيديوهات جديدة مع شغلة جديدة. وما تنسوني من السبسكرايب والشير واللايك باعتكم العافية المتابعة والله معكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك. وشكرا لكم.